طيب تعالي بقى نروح للمتشاط النهاردة عندنا متشاط برضو مهمة جدا ونشوف بقى المواجهات اللي هتكون بينهم لان المواجهات صعبة بصراحة عندنا منتخبين عربيين بنفسه بس بنفسه اتنين من المرشحين من المتخبات المرشحة يعني للفوز عندك السعودية والارجنتين طبعا وكل الانظار هتكون على المباراة دي ان كمان انت بتتكلم يعني الارجنتين النسخة دي عندها كم نجوم غير عادي طبعا بقيادة ميسي لكن عندك كم نجوم غير عادي والتوقعات طبعا كلها يعني بتقول ل يعني خلاص مع الناس لو هتتوقع عن المباراة اكيد طبعا كل التوقعات بالنسبة 99.9 يقول لك اكيد الارجنتين يعني هي اللي هتفوز النهاردة لكن على كل حال كورة القدر معلمتين مفيش حاجة اسمها توقعات برضو يا كريم الى حد ما بتبقى صدقة او بتبقى صائبة يعني مية في المية هنشوف المباراة بس هقول لحضراتكم على حاجة اقول لك على حاجة انا بالنسبة لي حتى لو الارجنتين فازت بس انا شفت منتخب السعودية كمنتخب عربي بجد بيلعب حلو ده هيفرق معنا جدا يعني احنا مش قصتنا مين يفوز على قد ما قصتنا طالما احنا موجودين نسبة نفسنا على قد ما نقدر يعني فكرة برضو انت تخوت مباراة وحاسس بخوف او بقلق دي اتمنى ان احنا ما نشوفهاش مع المنتخب السعودي لو كنا حتى شفناها مع المنتخب القطري اتمنى السعودية النهاردة تنزل بكامل ثقتها وتشوف اللعبة هيمشي ازاي يعني هو ده اللي احنا منتظرينه ونتمنى كمان التوفيق ليه المدير الفني الخاص ليه منتخب السعودية طبعا هو برضو متقلق جدا هو فرنس طبعا زي بحضراتكو عارفين هيرفي رينرد ومفروض ان هو برضو كاسيفي راجل محترم او راجل سئيل نتمنى ان هو يعمل فارق مع السعودية النهاردة ده الماتش الاولاني طيب الماتش التاني برضو لا يقل اهمية هنتكلم عن تونس ومع تونس الدنيمارك الدنيمارك برضو من المنتخبات التيلة جدا وناس كتير تحدثت ان هي ربما تكون من المنتخبات اللي هترشح او مرشحة للنهائي او الفوز اصلا بالمونديال فبردو هنشوف مباراة قوية واللي مطمني شوية على تونس ان دايما يتقلق تونس حظه حلو او فمنتخب تونس يعني الحظ معه بيلعب دور كبير جدا معه شفناها برضو في بطولات قبل كده سابق فعلى كل حل نتمنى برضو المنتخب السعودي منتخب التونسي يقدموا افضل مال اديه مع السعيد التاني اكيد برضو اللي بيشجع الدنيمارك او بيشجع الارجنتين من العرب يعني مش عيب برضو يعني انا عرف ناس كتير اصدقاء ليه بيشجعوا الارجنتين فدي حاجة اكيد مش عيب برضو الواحد بس هنشوف هنشوف هنش هنشوف حاجة تسعدنا وتطمننا وتشرفنا كعرب كلنا بنتابع اكيد ماتشات المنتخبات العربية الاربعة المشاركة في هذه النسخة من المنديال وكلنا بندعي لهم وقلبنا معهم لمليون اعتبار يعني بطبيعة الحال